بسم الله الرحمن الرحيم حنتكلم في فيده النهاردة بإذن الله عن فيلم حملة فرعون الجزء الثاني نسخة بعد التعديل بطولة الفنان الكبير عمر سعد وأول من نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي في سر وتفاصيل وملخص وأحداث الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من فيلم حملة فرعون يحيى فرعون بعد ما رجع مصر ومعاه ابنه وراد العفريد رغم أنه كان فرحان على أنه ابنه رجع معاه إلا أنه كان زعلان وحزين جدا بسبب موت باقي الحملة فطبعا كان طول الوقت بيدعيلهم ويطلع صدقات ياري الروح فطبعا كان زعلان عليهم جدا لدرجة أنه كان طول الوقت بيفكر فيهم خصوصا أكثر واحد كان زعلان عليه هو الأرجنتيني لأنه كان أكثر واحد بيحب يحيى فرعون فطبعا لما رجع مصر في الوقت ده يظهر رزق سلطان رزق سلطان كان صاحب يحيى فرعون الروح بالروح فطبعا لما رزق سلطان كان مسافر برا مصر أخذ خمس سنين شغال في الكويت فلما عمل فلوس حلوة أو خميرة حلوة زي ما بيقولوا رجع مصر تاني فطبعا لما رجع مصر ما نسيش صاحبه يحيى فرعون هو أراضي العفريت فطبعا راح ليهم وقابلهم وفرح جدا بمقابلتهم فطبع لما عرف اللي حصل لباقي الحملة أو باقي الشلة بتاعتهم زعل جدا لدرجة إنه فضل يبكي عليهم فطبعا طلع فلوس كتيرة جدا للفقراء والمساكين طلعها صدقة جارية على روحهم فطبعا بعد كده فتح شركة استثمار عقارات فطبعا في الشركة دي شغل فيها يحيى فرعون وخلا مدير على الشركة دي وطبعا شغل راضي العفريت وطبعا كان بيديهم مرتب أو أجور عالية جدا كل شهر بما إنه كانوا صحابه وطبعا كان سعيد جدا بوجود صحابه في الشركة اللي هم يحيى فرعون هو وراضي العفريت وراضي العفريت في الوقت ده أتجوز من سلمة كانت موظفة معاه في الشركة فعجبته وبدأت ناحية عاطفية تجاههم هم الاتنين فبعد كده الموضوع انتهى بالجواز وبعد فترة راضي العفريت خلف من سلمة ولد وسماه على اسم صاحبه يحيى فرعون فطبعا يحيى فرعون لما عرف بأنه راضي العفريت سمى ابنه على اسمه فرح جدا لدرجة أنه كان ابنه دايما بيشيله يحيى فرعون وكان بيلعب معه كان بيحاول يدحك الطفل الصغير ده بأي طريقة فبعد كده في الوقت ده يظهر ياسر ابن حلم رومية ياسر ابن حلم رومية لما عرف بأنه يحيى فرعون رقع مصر هو وراد العفريت طبعا ياسر ابن حلم رومية قرر بأنه ينتقم من يحيى فرعون ليه؟ لأنه يحيى فرعون هو اللي أنقص حياة الأرجنتيني من تحت يد ياسر ابن حلم رومية لأنه ما ننساش بأنه حلم رومية اللي قتله يبقى الأرجنتيني فطبعا ابن ياسر لما حاول هو ورجالته يقتلوا الأرجنتيني ما قدروش لأنه فرعون كان معاه فأنقص حياة الأرجنتيني فطبعا قرر الانتقام ياسر ابن حلم رومية قرر الانتقام من يحيى فرعون فطبعا لما عرف مكانه أترصد له في مكان معين قاعد قدام البيت ابتاعه وكان مترصد له بالسلاح فطبعا لما خرج يحيى فرعون هو ابنه عبد الله في الوقت ده عبد الله شاف ياسر ابن حلم رومية هو وكان بينشن عليه بالسلاح فطبعا عبد الله أنقص حياة أبوه وقال بصوته لها لي حاسب يا بويا وبعد كده عبد الله هو اللي أخذ الرصاصة كان أبوه والرصاصة قاد في صدر عبد الله فبعد كده ياسر ابن حلم رومية هرب هو ورجالته فبعد كده عبد الله في أنفاس حياته الأخيرة قال لأبوه بأنه يخلي باله من نفسه وبعد كده مات عبد الله وطبعا يحيى فرعون فضل يبكي عليه ويقول بصوته العالي يا عبد الله ما تسيبنيش يا عبد الله فبعد كده يحيى فرعون كان ناقص يتجنن على ولده وجاءت له حالة نفسية وأزمة حادة وطبعا حلف ميت يمين بأنه لازم يكتل ياسر ابن حلم رومية هو كل رجالته وطبعا صحابه رزق سلطان وهو وراد العفريت ما كانوش سيبين إلا يحيى فرعون لحظة فطبعا كانوا وقفين معاه من أول موت ابنه لغاية ما هو في المستشفى فلما خرج يحيى فرعون من المستشفى طبعا طلب من صحابه بأنهم يساعدوه على أنه يلاقي ياسر ابن حلم رومية علشان يكتله وينتقم منه فطبعا راد العفريت عرف مكان ياسر ابن حلم رومية فطبعا لما قلوا على مكانه حذروا راد العفريت وقال له بأنه المكان اللي قاعد فيه ياسر ابن حلم رومية متحاصر كله بالرجالة والسلاح فقال له علشان خاطر تروح تكتله لازم يكون معاك رجالة والسلاح كتير قوي فطبعا كون حملة جامدة قوي يحيى فرعون وطبعا كان معاه رزق سلطان بسبب رزق سلطان معاه فلوس كتير عرف يجمع رجالة والسلاح كتير قوي فطبعا راحوا علشان يقاتلوا ياسر ابن حلم رومية فلما راحوا هناك طبعا بدأ اشتباك بدأ الاشتباك وضرب النار ما بين رجالة فرعون وما بين رجالة ياسر ابن حلم رومية فطبعا كانت اصابات وخسائر كتيرة من ناحية يحيى فرعون وبرضو خسائر من ناحية ياسر ابن حلم رومية ومن ضمن الضحايا والناس اللي قتلت راضي العفريت راضي العفريت مات على يد يحيى فرعون خلال لما ياسر لما ياسر ابن حلم رومية الضرب ضرب يا ضرب راضي العفريت وداله طلقه في صدره طبعا مسكوا ما بين يده يحيى فرعون وقال له ما تسيبنيش يا راضي فطبعا راضي قبل ما يموت وصى يحيى فرعون بانه يخلي باله منمرته وابنه السغير يحيى وبعد كده مات راضي العفريت فخلال العركة دي يحيى فرعون لف من خلف رجالة لف خلف رجالة ياسر ابن حلم رومية وفضل يكتل فيهم بشراصة الغاية لما فضل ياسر ابن حلم رومية لوحده فطبعا في النهاية قتلوا يحيى فرعون فطبعا فرح جدا يحيى فرعون بسبب انه خلص خلص عليه ياسر ابن حلم رومية فبالتالي اخذ حق ابنه واخذ حق صاحب راضي العفريت وباقي رجالته اللي تقتله وطبعا ما فضلش غير رزق سلطان اللي عايش من العركة اللي حصلت دي وبعد كده في الوقت ده الحكومة جات وكبست على المكان وحاصرت المكان كله فطبعا رزق سلطان استطاع الهروب ولكن يحيى فرعون الحكومة قبضت عليه والاسف الشديد اتحول لمحكمة الجنايات فطبعا محكمة الجنايات حكمت عليه بالاعدام ولكن رزق سلطان لما جاب محامي شاطر ليحيى فرعون المحامي الشاطر ده خل الاعدام خففه لمؤبد يعني لما اتحول لمحكمة النقض محكمة النقض خلت الاعدام نزلته وخلت مؤبد يعني خد حكم خمسة وعشرين سنة سجن وبعد كده يحيى فرعون لما دخل السجن قابل صاحبه قابل صاحبه القديم اللي هو يبقى سيد ولعة اللي هو بيومي فؤاد فطبعا لما قابل سيد ولعة اللي هو بيومي فؤاد لما حكاله يحيى فرعون على اللي حصل وقال لي بانه ابنه مات فطبعا زعل جدا وفضل يمسك ويضرب في يحيى فرعون بسبب انه هو سبب في موت ابنه فطبعا يحيى فرعون لما كان بيضرب فيه سيد ولعة ما كانش بيقاوم ويرد ليه الضرب ما كانش بيبادله نفس الضرب والشتائب لانه مقدر الموقف اللي هو فيه فطبعا سيد ولعة خاصم يحيى فرعون وما كانش بيكلمه ففي يوم من الأيام كان واحد من المساقين زميلهم يدعى حسن الأشول حسن الأشول ده كان بلطقي السجن فطبعا حصلت مشكلة ما بينه وبين سيد ولعة فطبعا فضل يضرب في سيد ولعة هو ورقالته فجأ فجأة يحيى فرعون فأنقص حياة سيد ولعة من تحت يد حسن الأشول ورجالته فيحيى فرعون ضرب حسن الأشول هو وكل رجالته الغاية لما خلاهم يجروا قدامه زي الخرفان فطبعا بعد كده سيد ولعة بدأ يكلم يحيى فرعون وطبعا يحيى فرعون بدأ يصبره ويقوله انه ده أمر ربنا وقضاءه وانه هو ملهو سبب وانه ساعة ولده خلاص جاد فطبعا رضي بقضاء ربنا وقدره سيد ولعة وبدأ يصفه من ناحية يحيى فرعون ورزق سلطان لما جاه يزور يحيى فرعون يحيى فرعون طلب منه بإنه يعمل أي خطة بحيث يهربوا منها من السجن فطبعا رزق سلطان وعده بإنه حيعمل المستحيل علشان خاطر يهربوا من السجن فطبعا سيد ولعة كان رافض إنه يهرب معه يحيى فرعون لإنه كان مده تقرب التخلص من السجن فما كانش مستاهل بإنه يهرب على الفترة إليه ليلة اللي فضلاله في السجن دي فطبعا بالفعل رزق سلطان عمل خطة ما تخرش المية والخطة نجحت وهرب يحيى فرعون من السجن فلما هرب أول حاجة عملها راح أتجوز سلمة مراد رادي العفريت فطبعا أتجوزها علشان خاطر يخلي باله من ابن رادي العفريت الصغير يحيى علشان رادي العفريت قبل ما يموت والصاب إنه يخلي باله مرته وابنه الصغير فطبعا كان مضطر بإنه يتجوز مراده القديمة مراد رادي العفريت علشان خاطر يخلي باله منها فطبعا رزق سلطان هرب يحيى فرعون هو وسلمة وابنهم الصغير بر مصر وداهم فلوس كثيرة جدا علشان يعرفوا يعيشوا هناك فطبعا يحيى فرعون قال لرزق سلطان بإنه هو مش عارف يشكره ازاي على كل اللي عملوا معاه فطبعا قال له بإنه هو أخو ما فيش حدي بيشكر أخو على اللي بيعمله معاه فطبعا فضل يبكي يحيى فرعون علشان خاطر كان بيودع صاحبه رزق سلطان وبإنه هو مش حيشوفه تاني فقال له طمنوا رزق سلطان بإنه هو كل فترة حياقي في البلد اللي هو وقاعد فيها علشان خاطر يشوفه يطمن عليه ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من فيلم حملة فرعون بطولة الفنان الكبير عمر سعد تهليف وإخراج أحمد سعودي أتمنى بإنه أحداث وتفاصيل الفيلم تكون نالت إعجابكم أعزائي المشاهدين وبإنه تكونوا قد استمتعتهم بتفاصيل وأحداث الفيلم وإن شاء الله نشوفكم على خير الفيديو القادم عزيز المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعمنا وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته